موسيقى موسيقى السابحة بتوقيت الكدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنهوي موسيقى فشل التصويت على تأجيل موعد الانتخابات في البرلمان العراقي لغياب النصاب القانوني بعد انسحاب كتل وزنا انه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فانه يجب ان لا يعتبر نفسه في نزال دمشق تؤكد انها ستتصدى لأي عمل عسكري تركي على اراضيها وتعد الوجود العسكرية الامريكية حماية لداعش شهدوا فلسطينيون اثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة الجنين في الضفة الغربية استمرار التظاهرات المناددة بارتفاع الاسعار في السودان وحملة اعتقال تطاول المزيد من السياسيين المعارضين معلومات امنية عن مخطط الاغتيال حم الهمام في تونس وتراجع في بظلة الاحزاب السياسية الداعمة للسلطة مرحبا بكم مرة اخرى اختل النصاب القانوني لمجلس النواب العراقي وتؤجل الجلسات المتعلقة بتمرير قانون الانتخابات وموعدها انغسام بين الكتل الرئيسة بين راغبة في تأجيل الانتخابات واخرى رافضة لذلك ما جعل البرلمان يمر بفصل جديد من الخلافات قد تؤدي الى تعثر القانون الانتخابي وبالتالي الى تأجيل محتمل للانتخابات محمد الفهد من جديد تعثر المجلس النيابي في حسم قانون الانتخابات العامة في العراق انقسم المشارعون بين مطالب بتأجيلها واخر رافض لهذه الفكرة تحديد موعد الانتخابات تحول الى سجال النيابي فمن بين 269 نائبا ذهب 149 الى التصويت ولا سيما اتحاد القوى السنية وكتل اقليم كردستان العراق الامر الذي دفع بكتلة التحالف الوطني الحاكم الى الانسحاب ثم تبعتها كتلة التغيير الكردية فاختل النصاب ورفعت الجلسة نعتقد ان التصويت السري سوف لن يعطي للعراقيين والشاب العراقي ان يطلع على الحقيقة لانه هناك فريقين احدهما يريد التأجيل والاخر مصر على اقامة الانتخابات في وقتها المحددة عدم تأجيل الانتخابات واجراؤها في موعدها المقرر في الثاني عشر من ايار مايو المقبل هما ما تصر عليه اقطاب التحالف الوطني وزعمات احزابه وكتله وهو ما يتناغم مع موقف حركة التغيير الكردية حتى ان الكتل الكردستانية المتبقية قد تشارك في الانتخابات مشترطة عدم اجرائها في المناطق المشتركة لكن التأجيل بقي العنوان الابرز لتحالف القوى السنية التي تقول ان مناطقها غير مؤهلة بسبب الحرب والنزوح نشترك مع السنة بعدم اجراء انتخابات في المناطق المتنازع عليها ومحافظاتهم المدمرة كيف ستجرى انتخابات في محافظة كمحافظة نينوى والذين سجلوا في البايومتري لا تجاوزون العشرة بالمئة اتفاق الحكومة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الموعد المحدد لاجراء السباق الانتخابي مع توفير المستلزمات المالية وغيرها جعل البرلمان امام مهمة مفصلية لحسم قانون الانتخابات والذي يحتاج الى اغلبية نيابية لتمريره تلافيا للاشكاليات الدستورية جلسة السبت المقبل قد تكون مرشحة لتكرار السيناريو ذاته الذي حصل في جلسة الخميس التي اختل نصابها بسبب الخلاف حول التصويت السري على تأجيل الانتخابات ما لم يتمكن المؤيدون لاجراء الانتخابات في موعدها من تحشيد اغلبية نيابية تمكنهم من عبور عتبة اختلال النصاب القانوني للجلسات وحسم القانون الانتخابي محمد الفهد مغداد الميادين إلى سوريا حيث أكد نائب وزير الخارجي السوري فيصل المقداد أن وجود القوات التركية في سوريا أمر مرفوض وستدافع القوات المسلحة السورية الباسلة عن الأراضي السورية بكل ما يقتضيه ذلك من شجاعة وأقدام معروفين عن الجيش العربي السوري وعن القوات الحليفة له المقداد قال أن تحرك أنقرة العسكري سيعقد وضعها كأحد رعاة التسوية ولفت إلى أن ذلك سيؤدي بأنقرة إلى تقديم نفسها على درجة واحدة مع المجموعات الإرهابية أن أنقرة في حال أقدامها على أي عمل عسكري ستعقد وضعها كأحد رعاة التسوية في الأزمة السورية وستقدم نفسها على درجة واحدة مع المجموعات الإرهابية أي أنه لن يكون هناك أي اختلاف ما بين الممارسات التركية وممارسات المجموعات الإرهابية التي استهدفت سوريا طيلة السنوات السبع الماضية آخذين بعين الاعتبار الدعم الذي قدمته القيادة التركية للمجموعات الإرهابية بتسليحها وبتمريرها إلى سوريا المقداد شددها على أن قوات الدفاع الجوي السورية استعدت قواتها كاملة وهي جهزة لتدمير أي اعتداء جوي تركي ننبه إلى أن قوات الدفاع الجوية السورية قد استعادت قوتها الكاملة وهي جهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية السورية وهذا يعني أنه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فإنه يجب أن لا يعتبر نفسه في نزاه أكدت الخارجية السورية أن الوجود العسكرية الأمريكية على الأراضي السورية غير شرعي ويمثل خرقا للقانون الدولي ويرمي إلى حماية داعش الخارجية السورية قالت أن هدف الإدارة الأمريكية لم يكن القضاء على داعش والرقة تشهد على إنجازات واشنطن وتحالفها وأشارت الخارجية السورية إلى أن أمريكا غير مدعوة إلى المساهمة في إعادة الإعمار لأن يدها ملطخة بالدم السوري وسياستها تخلق الدمار رفع الجيش التركي حالة التأهب على الحدود مع سوريا إلى أعلى مستوى وفق ما قال الإعلام التركي وفتح إثنتين عشرة ثغرة في الجدار الفاصل بين الحدود التركية ومنطقة عفرين وقصف قرن شرق جرابلس في ريف حلب الشرقي وقد طاول القصف التركي محيط مطار منغ وتل رفعت بريف حلب الشمال أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني لواء قاسم سليماني أن الدليل الحقيقي لانتصارات محور المقاومة ودوره المحوري والأساسي يرجع من دون مجاملة إلى المرشد الإيراني أيط الله علي خامنئي وفي كلمة له ضمن ملطقة البصيرة رأى سليماني أن انتصار محور المقاومة على الجماعات الإرهابية والتكفيرية وانتصار لشعوب العالم والمنطقة وأشار إلى أنه لو لا تضحيات الشهداء الإيرانيين لكان وحش الإرهاب وصل إلى شوارع إيران سليماني شدد على أن انتصار محور المقاومة على إرهاب لا يقدر بثمن على المستوى الإنساني وأوضح قائد قوة القدس بأن إيران لا تساعد من أجل تيار معين في فلسطين بل أنها تدمع عمو كل الشعب الفلسطيني من منطلق الواجب الديني والثوري والتصدي للكيان الصهيوني في أرضنا المحتلة فلسطيني استشد الشاب الفلسطيني أحمد إسماعيل محمد جرار خلال تصديه لقوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أقالت سلطات الاحتلال أنها قتلت منفذ عملية نابلوس أحمد جرار فيما نفت عائلة الأخير أن يكون ابنها في المنزل أثناء اقتحامه وأكد مراسل الميادين أن أحمد نجح في الإفلات من قوات الاحتلال عملية تنجرة الضغط التي تبهت بها إسرائيل وهنأت بها جنودها لم تكن إلا إخفاقا عسكريا كبيرا لها بعدما فشلت في اغتيالي أو اعتقالي أحمد نصر جرادات الذي اتهمته بتنفيذ عملية سرة قبل نحو أسبوع والتي أدت إلى مقتل الحخام زرق الشفاح العملية التي تواصلت على مدى عشر ساعات انتهت بانسحاب الاحتلال من منطقة واد برقين غرب جنين واستشهاد أحمد إسماعيل وهو أحد المقاومين الذين تصدوا لعملية الاقتحام لا هو أول واحدة لا هو آخر واحد نسأل الله أن يكون شفية أنا يوم القيامة نسأل الله هذا اللي منقوله مش هم أخذين معنا من هالدنيا الجميع بعدين هاي أرض باطلة يوم مدين العملية العسكرية أسفرت عن هدم ثلاثة منازل وعن تدمير جزئيا لمنزل رابع فيما جرح ثلاثة شبان أثناء تصديهم للاحتلال خلال انسحابه من المخيام وقد توفد الألاف من أبناء جنين وقرها إلى حي واد برقين تضامنا مع العائلات هناك دار في دورين سويت بالأرض وبيت كامل أربعة بيوت يعني سويت بالأرض بالإضافة لتخليف بيت تاني بشكل جزئي قوات الاحتلال قالت إن عملياتها في جنين ونابلس لن تنتهي إلا بإيجاد جثمني أو اعتقال أحمد نصر جرار وهي التي كانت قد أشاعت في وقت سابق أنها تمكنت من تصفيته وتلقت التهنئة من رئيس حكومتها على ما وصفته بالإنجاز الكبير هي عملية انتقامية تحت لم تحقق فيها إسرائيل أي إنجازات سياسية وأمنية بقدر ما تسببت بدمار وزادة من الغضب في نفوس الفلسطينيين النسل السلمي من واد برقين غرب مدينة جنين الميادين ثم نرئيس المكتب السياسي لحركة حمس معيل هنية المواقف الثابتة لإيران فيما يخص قضية القدس وفي رسالة إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامينة يشدد هنية على إجهاد مؤامرة ما سمه تغوط العصر ترامب وحكام النفاق في العواصم البعيدة والقريبة بحسب قوله والمتمثلة في القضاء على القضية الفلسطينية أشار هنية إلى أن الأشهر الأخيرة وبعد مؤتمر الرياض الذي وصف فيه ترامب بإيران وحزب الله وحماس بالأعداء تضحت حقيقة هذه المؤامرة أكثر من السابق هنية شدد على أن إجهاد المؤامرة ضد فلسطين سيكون من خلال انتفاضة شعبية عارمة داخل الضفة الغربية والقدس موضحا أن طهران عززت وستواصل تعزيز قوة المجاهدين والمقاومة في فلسطين لا تزال أصداء كلام الرئيس الفلسطيني سواء في رام الله أو في الأزهر تتردد بقوة في إسرائيل في ظل الحديث عن وثيقة للخارجية الإسرائيلية تحذر من خروج الأمور عن السيطرة جراء هذه الخطابات منال إسماعيل بعد عصفة خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمواقف التي أطلقها من هناك جاءت عصفة خطابه في الأزهر لتشعل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ضده الأمور التي قالها أبو مازن حظيب بالعديد من الردود ولكنه لم يتراجع عنها بل حافظ على الروح القتالية أيضا في القاهرة يبدو أن أبو مازن لا ينفعل من الانتقادات وهو مستمر في الخط نفسه رفع مستوى نبرة الخطاب في كلام أبو مازن رأى فيه محللون إسرائيليون خطا جديدا يعتمده عباس في سياسته إزاء الأمريكيين من اعتقد أن خطاب يخرب بيتك الذي ألقاه أبو مازن في رمالله هو خطاب لمرة واحدة فقد شهد خطابا مع صيغة أكثر هجومية وفضافة وهذه المرة في القاهرة الخطابان يدلان على أن أبو مازن لديه خطة بأن يترك وراءه إرثا واضحا إذا لم يكن اتصالات مستمرة للسلام فربما يكون إرثا بالسعي نحو استقلال فلسطيني بطرق مختلفة فالقدس هي بوابة السلام للجميع مراقبون توقفوا عند كلام أبو مازن عن أن القدس هي بوابة الحربي كما هي بوابة السلام وعدوه كلاما مرمزا يحمل أبعادا أخرى أبو مازن هجم ترامب ثم هدد بطريقة مرمزة بقوله أن القدس هي بوابة السلام وبوابة الحربي وعلى ترامب أن يختار مقربون منه قالوا أنه حسم موضوع مهاجمات الولايات المتحدة وترامب على الساحة الدولية حتى بثمن معارضة جهات خارج السلطة وفقدان أموال المساعدات متابعة تداعيات كلام أبو مازن إسرائيليا لم تقتصر على تعليقات المسؤولين والمحللين الإسرائيليين فقط فقد كشف النقاب في إسرائيل عن وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عن الردود الفلسطينية على إعلان ترامب بشأن القدس ووزعت على مكتب رئيس الحكومة والممثليات الإسرائيلية في الخارج وتحذر من أن الردود فعل الرئيس الفلسطيني أبو مازن يمكن أن تخرج عن السيطرة في مرحلة معينة وتؤدي إلى تصعيد في المنطقة إلى السودان حيث تتواصل التظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار بالتزامن مع اعتقال قادة سياسيين وسط اتهامة المعارضة للحكومة السودانية بالفشل في إدارة الأزمة زينب طفائلي الأزمة في السودان مرشحة للتفاقم في ظل عدم بروز أي بادرة أمل في الأفق فالسلطات في البلاد اختارت حتى الآن مواجهة الغضب الشعبي بسياسة العصى وبعدما أعلنت أنها تسمح بحرية التعبير السلمي للمواطنين وبالتظاهر السلمي وفقا للدستور سرعان ما غلب الأسلوب الأمني على أداء أجهزتها وتغير الواقع على الأرض فلجأت إلى القمع والاعتقال في مواجهة المتظاهرين الذين ردتوا الشعارات لا للجوع ولا للغلاء المتظاهرون خرجوا هذه المرة في أم درمان المتاخمة للعاصمة تظاهرات شارك فيها المئات تلبية لدعوة حزب الأمة الوطني أكبر الأحزاب المعارضة في السودان بعدما كانت قد خرجت احتجاجات مشابهة وسط الخرطوم يوم أمس بناء على دعوة أطلقها الحزب الشيوعي الاحتجاجات في السودان التي تفجرت بسبب الميزانية وإجراءات التقشف بدأت سلمية ليسود فيما بعد الهرج والمرج بسبب استخدام الشرطة الغاز المسيلة للدموع والهروات لتفريق المتظاهرين وأقدمت عاد إقاف عشرات المواطنين التوقفات شملت أيضا قادة سياسيين من بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي وأعضاء اللجنة المركزية للحزب بدورها المعارضة سارعت إلى إعلان توحيد تياراتها متهمة في بيان لها الحكومة بتغليب القوة المفرطة على تفعيل دور المجتمع والمكونات السياسية في حل الأزمات وأشار البيان إلى أن البلاد تعيش في غلاء طاحن وارتفاع فاحش في الأسعار فشلت الدولة في السيطرة عليهما فاصل قصير ونواصل السابعة أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من حيث توقفنا قبل الفاصل عند التظاهرات الاحتجاجية والمطلبية في السودان ونقف عندها مع ضيفنا من الخرطوب نائب رئيس تحرير صحيفة المستقلة سيد عمر صديق مرحبا بكم سيد عمر أريد أن أسألك بداية عن ما له علاقة بهذه المقاربة للحكومة السودانية في التعامل مع هذه التظاهرات كيف تجدها؟ على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد عمر صديق نائب رئيس تحرير صحيفة المستقلة كان يفترض أن يكون معنا من العاصمة السودانية الخرطوب سنتقل منه إلى تونس حيث أعلمت الوحدة المختصة في جرائم الإرهاب بأن ناطق باسم الجبهة الشعبية التونسية حمى الهمامي بوجود مخطط إرهابي لاغتياله مصادر الميادين أضفت بأن وحدة مكافحة جرائم الإرهاب أكدت أنه تم اعتقال شاب ينشط ضمن خلية إرهابية وقد اعترف بأن من مهام الخلية التي كان ينشط فيها الرصد والمتابعة ووضع الخطط والتصورات لاغتيال الهمامي من جهتي نشر رئيس كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب أحمد الصديق تدوية على حسابه في الفيسبوك أكد فيها أنه تم اطلاعه على مخطط استداف الهمامي لكونه محاميه الخاص أعلنت حركة مشروع تونس انسحابها من وثيقة قرطاج واعتبرت أن مسار اتفاق قرطاج أصبح منتهيا ودعت الحركة إلى تشكيل حكومة كفاءة وطنية مستقلة عن الأحزاب غير معنية بالانتخابات المقبلة مشددة على أن ما وصفته بحكومة النهضة والنداء أصبحت عاجزة عن تقديم حلول للبلاد حركة مشروع تونس اليوم تقترح تمشي جديد للبلاد وذلك عليش اليوم اقترحنا أول شيء أنه نعمل مسار لتصحيح المسار على مصر الاقتصادي والسياسي وأنه نعتمد حكومة كفاءات وطنية لأنه المسار الحالي معاتش المسار حول الاتفاق قرطاج خرجت عليه برش أطراف ولا يعني حسب رأيه انتهى ولا بد من تعويذي بمسار جديد تم رئيس التونسي على نحو المباشر الإعلامة الإجنبية بتشويه صورة البلاد في الخارج وعدم الحيادية في نقل أحداث الاحتجاجات الأخيرة اتهام أثار موجة انتقادات داخلية حيث أصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا شديدا لهجة اتهم السلطات التونسية بالتضييق على حرية الصحافة عامة على مراسل القنوات الإجنبية خاصة بلال مبروك أنا الصحافة التونسية لكل حال حسب رأيي كانت معتدلة كانت عادلة ذكرت كل موقع وهذا يدوره ولكن أيضا هذا ورات الأمور السلبية والأمور الإيجابية رئيس التونسي يثني على أداء العلام المحلي في التعاطي مع موجة الاحتجاجات الأخيرة لكنه في التصريح ذاته فمعنى التهويل من الصحافة الأجنبية وهذا نتيجة أن البعض يلتجي إليها انتهامات أثارت ردود فعل توالت فصولها نقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ردت ببيان رفضت فيه تقسيم الصحافيين التونسيين محذرة من طبيق على مراسل الصحافة الأجنبية ولسيما بعد حدوث خروقات عقب كلام السبسي هناك تحريض واضح للأجنبية والصحافة الأجنبية عندما يتهمها بشيطانة الوضع وتشويه صورة تونس وتشويه الاحتجاجات هذا كان لدي أمر واضح بالنسبة للجمهوري أنه أراد أن يوجه رسالة وأيضا هو رسالة داخلية رسالة الأجهزة بالتحرك ضد الصحافة الأجنبية وضع مراسلية الصحافة الأجنبية في جوهر الاتهامات الرسمية رغم الاستحسان الشعبي لإنتاجهم الآلمي أثار مخاوفة من تبعات ذلك لدى الصحافين التونسيين ولسيما في ظل امتناع رئاسة عن تفسير كلام السبسي كان على المؤسسة الرئاسة أو السلطة في تونس أن توضح موقفها بشكل واضح حتى تكون الصورة واضحة بالنسبة للمتلقي لأنه في نهاية الأمر ربما تكون له تبعات أو تحريضية ضمنية على الأعلم الأجنبي شهدت السنوات الأخيرة محاولات عديدة للتضييق على مكسب يعده كثيرون الأبرز من بين مكاسب الثورة إلا أن المؤسسات المهنية المعنية بقطاع الصحافة تؤكد أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولا مجال لعودة الماضي الإعلامي بأسليبه وأدواته ومؤسساته بما في ذلك وكالة الاتصال الخارجي التي مثلت سيفاً مسلطاً على السحفيين لأقديني من الزمن رئيس الجمهورية أثنى على مهنية الأعلام المحلي منتقداً الأعلام الأجنبي ويتهمه بصب الزيت على النار صحفي تونس رفضوا بصوت واحد شق صفوفهم مع تاكيد أن الأعلام سلطة رابعة مستقلة وليست أداة طيعة بيد السلطة إلى المبروك تونس الميادين معنا من تونس عضو المكتب السياسي لحركة مشروع تونس سيد أيمن البجاوي مرحبا بكم سيد البجاوي نسحبتم إذن من الحكومة من واثقة قرطاج وضح لنا الأسباب لو سمحت مرحبا بكم ومرحبا بكل متتابعي حركة متتابعي قناة الميادين صحيح وصار أخذ القرار يوم ثلطة جانفي ثلاثة عقد مكتب السياسي انسحابنا من مصار اتفاق قرطاج وعدم دعمنا للحكومة ونحن دعمنا الحكومة بغير المشاركة في هذه الحكومة الأكيد أنه الأكيد أنه اللي صار في هذه الفترة هو تواصل لما قمنا وما قلنا عليه وما سبق أن قلنا عليه في ميه 2017 لما شنت الحكومة حربها على الفساد قلنا أنه سوف نكون في هدنة أنه سوف نرى إلى أين سوف تصل هذه الحرب وهذا التمشي الحكومي اليوم بعد أن طلب مننا التقييم شفنا أن هذه الحكومة لم تنجح في القيام بمهامها ذلك عليش اليوم نحن نطالب بأن يكون هناك مؤتمر لتصحيح المسار مؤتمر للبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية اليوم في تونس وتنتجرى بعده حكومة كفاءة مستقلة خاصة بعد ما نراها اليوم من تدخل بين الحزب الحاكم والدولة فاليوم هناك هذه الحكومة التي كانت موجودة على مبادئ أنها تكون حكومة واحدة وطنية كانت فيها وزراء مستقلين نرى اليوم هذه الوزراء المستقلين أصبحوا يمثلون حزب حاكم هو حزب نداء تونس ساحب دعمكم للحكومة والانسحاب من وثيقة قرطاج وضع في إطار آخر في التوقيت إن كان قبل خمسة أشهر تقريبا للانتخابات البلدية وأيضا لخلفيات العلاقة بخلافات سياسية تحديدا مع حزب نداء تونس التوقيت لافت قبل الانتخابات هو التوقيت كما قلنا أنه تواصل لما قلنا عليه قبل لو كنا نبحث على أن تكون لحسابات تاكتيكية مثل ما قلت أو انتخابية بالذات كنا يمكن أن نكون موجودين ونحمل المسئولية لمن هم الآن في الحكم ونقول هذه حصيلتهم ولا نتكلم على أنه اليوم المسئولية لازم أن يتأخذ بعين الاعتبار للقيام بهذا المؤتمر أو لتصحيح المساء كنا يمكن أن نكون في موضع في موضع سكوت إلى أن تأتي الانتخابات البلدية ونحمل كل الناس مسئوليات أو الانتخابات التي بعدها ونحمل الناس مسئوليات على الوضع الذي نشوف فيه تونس اليوم اليوم الوضع كموقف وطني كموقف معارضة بناءة نشوف أن هذا الوضع يلزم أن يقفلوا الناس الكل وتكونوا ونشوفوا حلول جذرية وواضحة للمسار في تونس اليوم سأناقشك أيضا بما له علاقة بالتوقيت الانتخابي لكن فيما له علاقة بالجانب السياسي تكون سيدة سعيدة جراش وهي ناطقة باسم رئاسة الحكومة وتوجه الكلام لحزبكم لديكم مشكلة مع الحزب ما دخل وثيقة قرطاج الموضوع له علاقة بخلفيات سياسية قديمة مع حزب نداء تونس بطبيعة الحال والله يماش سعيدة جراش معتك إجابة هل هي تجيب على أنها مستشار تقيس جمهورية أو أنها عضوة في حركة نيدة دون سيدة تدخل أنت لا نجم تقول لي ما هو الصفة بين الصفة لكي نعرف بين الصفة نجاوبها نجاوب الأستاذة سعيدة جراش كما قلنا الوضع ليس بعلاقة بين أحزاب نحن اليوم نشوفه أنه في خلاف بنهاية سيد البجاوي لا يمكن أبدا أن يتم إغفاله في خلاف حزب نيداء تونس يعني موضوعي بالأساس في تنافس انتخابي نحن تنافس انتخابي خاصة مع الأحزاب الحاكمة حركة النهضة في درجة أولى والأحزاب الموجودة في تنافس انتخابي وهذا عادي من كل حزب يكون موجود نحن لدينا تنافس انتخابي تنافس الانتخابي هذا بطبيعة كل إنسان يحاول يدفع عن حزبه اليوم فيما المسار اتفاق كارتاج نشوف انه كان المسار هذا خروج هذه الحكومة الوحدة الوطنية نشوف انه النزعة الوحدة الوطنية لم تعد موجودة على هذه الحكومة لهذا عندما نرى انه فما وزارة مستقلون اصبحوا يمارسون عمل حزبي واصبحوا في حزب ما نشوف انه هذه الحكومة لم تصبح حكومة مستقل الى اي حد اليوم في استثمار بالتوقيت بما له علاقة بالانتخابات بناء مشروع على حساب تحميل فشل للحكومة واستثمار التوقيت الخاص بالمزاج الشعبي خصوصا بالتظاهرات الاخيرة انتم تسعون لتكوين جبهة الجمهورية على ما قرأت وهذا هو الوقت الذي تحتاجونه بناء هذه الجبهة استثمار لحالة الرأي العام ورمي كل المشروع على انه هذه الحكومة فاشلة هذا هو المشروع حركة مشروع تونس حركة مسؤولة ونحن حتى الخروج للأعلان على هذا الموقف الجديد لم يكن عندما كانت هناك الاحتجاجات عندما كانت هناك بعض الاحتجاجات التي وجدت في الايام الاخيرة والتي شفنا انها كانت خاصة بعد هذا القانون المالية واللي قلنا ونبهنا من هذا القانون وعطينا بعض الحلول واللي لم تأخذ بعين الاعتبار من هذا القانون بهذا القانون المالية واللي من بعد شفنا انه زاد القانون اصبحوا فما اجراءات اتخذت بعد خروج هذا القانون لكبح هذه الاحتجاجات او لارضاء المحتجين كنا نحبض انها تكون هذه الاجراءات من الاول لانه نحن من الناس اللي ندينا الى بعض الاصلاحات في هذا القانون المالية ونبهنا به ذلك اليوم احنا نقول انه حركة مشروع تونس هي حركة مسؤولة وليست تستغل في الفرص لحسابات انتخابية اليوم الوضع اكبر من هذا شكرا جزيلا لك سيد ايمان بجاو عضو المكتب السياسي لحركة مشروع تونس كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس في الجزائر وصف الامين العام لتجمع الوطني الديمقراطي احمد ويحيا حليفه في الموالى جبهة التحرير الوطني بالمثير للمشاكل بعد قرار رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقف مسار الحخص الذي يسعى الى تطبيقه ويحيا جدد في المجلس الوطني لقيادي الحزب ولاءه لبوتفليقة رغم حالة التشنج بين الرجلين اسامة عبد النور بوادر قطيعة بين التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة تحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر احمد ويحيا الامين العام لتجمع ورئيس الحكومة وصف حليفه في الموالاة جبهة التحرير الوطني بالمثير للمشاكل بعد انتقاده مصار خسخصة المؤسسات العمومية مصار كان قد جمده رئيس عبد العزيز بوتفليقة ما اضعف مشروع او يحيا للخصخصة وفتح باب الجدل حول مستقبله السياسي عانينا من مشاكل من مشاكل عديدة من مشاكل حتى من بعض الجهات التي عاشت سند التجمع الوطني الديمقراطي طوال 30 سنة 20 سنة لكن هذا يدل على شيء يدل على ان عائلة التجمع الوطني الديمقراطي يصبح عائلة قوية عائلة يحسب لها حساب البعض وعائلة يتخوف منها البعض الاخر مراقبون يرجعون توطر العلاقة بين حزبي السلطة لسباق رئاسة في البلاد فشبهة التحرير تريد ان تقدم مرشحها فيما تجمع الوطني الديمقراطي يدافع عن طموح او يحيا في الرئاسة هذا حراك سياسي وهذه امور وقد جاءت تعليمة السيد رئيس الجمهورية الاخيرة التي وضعت النقاط على الحروف هو ان هناك تناعم كبير بين السيد الأمير العام اللي هو الوزن الأول لحكومة الجزائرية وفخام رئاسة الجمهورية فيما يخص تسير دولي بالحكم وتسير اقتصاد احمد او يحيا الرجل البثير للجدد انسحب من اجتماع لرجال الأعمال حول الطاقة والتزم الصمت بعد تجميد مشروع الخصخصة متجنبا المواجهة مع رئيس بوتفليقة في اول ظهور له امام قيادي الحزبة في حال ما اذا رئيس قرر الذهاب الى عهدى خمسة سيصطفل جميع وراء رئيس بوتفليقة اما اليوم فكل واحد يظرف في الاخر لانه لا يريد لأو يحيا ان يكون مرشح النظام في 2019 ويريد ان يكون له مرشح الخاص الذي يعتمده النظام في النهاية شخصية سياسية عديدة بدأ الحديث عنها لتولي الرئاسة في الجزائر ابرزها بوتفليقة نفسه ورئيس الحكومة احمد يحيا والوزير السارق للطاقة شاكب لم تكن دورة المجلس الوطني لحزب السلطة الثالي في الجزائر بالعادية كما سميت بل اعادت معالم التنافس البارد من جديد بين قطبي السلطة تنافس حول المرشح المرتقب لسباق رئاسة اسام عبدالنور عصمة الجزائرية الميادين معنا من الجزائر رئيس تحرير في صحيفة النهر سيد محمد عثماني مرحبا بكم سيد عثماني اسمح لي بداية أن أسألك عن حقيقة الخلفيات لهذه الأزمة الأمر بالفعل مرتبط بتعدي صلاحيات يحيى على صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجزائر بفتح رؤوس أموال الشركات والمؤسسات العمومية أم أن الأمر أبعد من ذلك بكثير أولا مرحبا بك وتحية لسادة المشاهدين تسألتين إذا كان الأمر تعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية تعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية أعتقد أن الأمر أبعد كثيرا على أبعد من هذا الأمر لأنه الوزير الأول أحمد أويحيا المادة التي تعلق بالخوصص هي التي أثارت جدل كان هناك حديث في الثلاثية لجمعة أرباب العمل مع أرباب المؤسسات مع نقابات العمال مع الحكومة كان في حديث على خوصص المؤسسات أو فتح رأس مالها هذا القانون موجود في قانون المالية 2016 قبل سنتين القانون موجود لكن نحن دايما في الجزائر كل ما يتعلق الأمر بخوصص بفتح رأس مال أنت تعرفين جيدا للأنظمة لكان اقتصادها مغلق كل محاولات فتح إلا ويقابلها حديث يقابلها استفسار يقابلها جدل ونعتقد أن هذا الأمر عادي عادي أن يكون في الجزائر مثل هذا الجدل لأن الأمر يتعلق بمؤسسات دولة مؤسسات عمومية مؤسسات سيادية هذه المؤسسات يعتبرها الشعب الجزائري أنها أهم ما يملك هذه المؤسسات من الاستقلال تقريبا كلها شيدت في الاستقلال من الاستقلال عمرها الآن نصف قرن طيب بعيدا عن ربما القانون سيد عصماني لأنه فيه لغط وفيه كثير من الجدال والسجال حول مدى ودائرة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة أو الوزير الأول في الجزائر أمام ما له علاقة بفتح رؤوس الأموال وهذا قابل للنقاش قانونيا يعطى الأمر خلفيات أخرى بأنه في محاولة لإضعاف ويحياء الذي لديه طموحات للوصول إلى رئيس هرم السلطة ترسح الانتخابات الرئاسية وهناك محاولة لإضعافه فقما نقلت صحيفة لبرتي طيب أولا أنا نقول لك أنه لما نتكلم عن طموح الرئاسي نتكلم وكأنه جرم ما عنده طموح رئيس جمهورية يكون رئيس جمهورية وإلا هذا ما هو وزير أول طموح حق شرعي لكن الرئاسيات 2019 أعتقد ما زالها أكثر من سنة ثم عندك نقطة مهمة هي الآتية هي أن أحبت ويحيى وابن النظام هكذا يقال في الجزائر معناها ليس بالشخص الذي أوصلته الصدفة للسلطة هو شخص عنده 40 سنة مليكان كاتب دولة وكان في الخارجية ثم يعني هذه الأخطاء البدائية سمحيني فقط نكمل لك هذه النقطة الحديث الآن على أن الاختلاف بين الأفلان والأرندين اللي هم حزباء السلطة على أنه تمهيد للرئاسيات أعتقد أنه هذا أمر خاطئ لأنه الاختلاف طبيعي لأنه الاختلاف على أمور اقتصادية فالتقرير أنتم أشرتوا إلى أنه بواد القطيعة لا أعتقد يستحيل أن يكون بواد القطيعة بين حزباء السلطة لأنهم يلتقوا في البرلمان يلتقون في مجلس الأمة عندهم وزراء يجتمعوا مع بعض يعملوا مع بعض أعتقد أن الأمر لا علاقة لو إطلاقا بالتحضير للرئاسيات أو شيء من هذا القبيل طب هل تعتقد بأن الأمر إذا ما استبعدنا بالفعل وهذه الخلفية موضوعة بشكل كبير وهذه الانتخابات ستكون مهمة جدا بطبيعة الحال هل تعتقد أن الأمر مماثل لأزمات سابقة تعرض لها ويحيى ويقال بأن هذا الرجل يعرف كيف يختفي ليعود بقوة أم أن هذه المرة تحمل سما مختلفة عن المرات السابقة أنا أعتقد بصراحة أعتقد أن الصراع الآن على الأقل إذا صحت كلمة صراع أنا أعتقد جدل لم يتطور إلى مسألة صراع والجدل ودائما يطرح قتلك على أنه لما يكون حديث عن خوصصة الجزائريين خاصة الأحزاب المحافظة على رأسهم الأفلان ونفس الأزمة اللي صراع 88 و89 كل ما يكون حديث على فتح رأس مال المؤسسات كل ما يكون حديث على الخوصصة يكون هناك تساؤل لمن ستباع هذه الشركات لمن ستفتح هذه الشركات تتعني أسألك بشكل مباشر سيد عثماني سيد عثماني هل نحن أمام سيناريو مشابه لعبد المجيد تبون بمعنى الخطوة المقبلة أو ربما أمام خطوات لاحقة تؤدي إلى إقالة الرجل كما حصل مع عبد المجيد تبون وقيل بأغاب أغسطس بعد ثلاث أشهر من تعيين سبب أزمة بين الحكومة ورجال أعمال مقربين من الرئاسة كما نقل لا وفق رأي يعني يستحيل المقارنة بين قوسين لا يستحيل المقارنة بين أحمد ويحيا كوزير أول وعبد المجيد تبون كوزير أول قلت لك أنه أحمد ويحيا هذه ثالث حكومة يقودها صحيح معناها السيد الرجل عنده خبرة كبيرة في تسيير الحكومات وعنده أيضا هو يسمي نفسه برجل المهمات القادرة معناها بين قوسين ويحيا يعرف أنه دائما تطلب خدماته أو على الأقل يتم الاستعانة به لما يكون هناك مشاكل وانت تعرفي أنه هناك خفاف حاد في أسعار البترو من سنة 2014 إلى غاية 2017 معناها أنه عادي ويحيا جاء في فترة أزمة ويعرف يسير الأمور هذه جيدا وجه المقارنة أقصد لما نقارن بين ويحيا وتبون أقصد لا تصلح إطلاقا هذه المقارنة محاولة تعطيل قرارات تبدو غير شعبية بهذا التوقيت الذي اقتصاديا وربما حتى ربطه في الانتخابات قرارات غير شعبية صحيح ربما الشعب الجزائري هذه لا تخفى على أي أحد تقريبا كل الشعوب العربية من محيطها إلى خليجها نحن شعوب اشتراكية لم نعتد بعد على فتح المؤسسات فتح رؤوس أموالها لم نعتد على الليبيرالية كل ما تكون محاولة لخوصصة المؤسسات نعتقد أو نفكر أن هناك من سيستولي على هذه المؤسسات هناك ناس من خلف السيطار ستستولي على المؤسسات العمومية أعتقد شيء طبيعي أن تصفي هذه القرارات بالقرارات غير شعبية لكن أحيانا القرار الصحيح لا أصف أحاول أن تتخذ القرارات الصحيحة سيد عثماني وأشكرك جزيلا سيد محمد عثماني رئيس تحرير في صحيفة النهار كنت معنا مباشرة من العاصمة الجزائر وفي الزيارة الرسمية هي الأولى له وصل رئيس وزراء إثيوبيا إلى القاهرة والتقاء رئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين الجانب الإثيوبي في اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التي عقدت للمرة الأولى على مستوى قيادتين البلدين اللقاء شهد مناقشة أزمة سد النهضة وانتهى بتوقيع الجانبين لاتفاقيات اقتصادية مختلفة خالد أبو عرب مصار جديد اتخذته العلاقات المصرية الإثيوبية مصار اتدخت ملامح الإيجابية بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إثيوبيا في القاهرة لقاء توجى بإبرام الجانبين اتفاقيات اقتصادية وباتفاقهما على التعاون في مجالات مختلفة ملف سد النهضة كالعادة فالسيسي الذي أكد أهمية استئناف المسار الفني للسد أعلن اقتراح مصر على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية كطرف فني محايد لحل الخلافات بين الدول الثلاثة اقترحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة قطرف فني محايد للبتل في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث الرد من رئيس الوزراء الاثيوبي جاء سريعا ليؤكد أن بلاده مستعدة لحل أي خلافات عالقة قد تعيق التقدم لافتا إلى التزام اثيوبيا وتجاوبها قريبا مع كل المجموعات الفنية للتغلب على القضايا العالقة أحد طموحاتنا في اثيوبيا أن نتغلب على الفقر لدى شعبنا وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة والموارد البشرية وهذا ما دفعنا إلى بناء السد وندرك تماما أنه يمثل أحد الهواجس الرئيسية بالنسبة إلى الشعب المصري ولكن دعني أوضح بشكل جلي إنه لا يؤثر على مصر سلبا بحسب مراقبين فإن زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي لمصر ستولد انفراجا في أزمة سد النهضة المتوقفة منذ ثلاثة أشهر لكن البعض يعرب عن قلقه من السياسة التي يعتمدها الجانب الاثيوبي من حين لآخر بهدف كسب مزيد من الوقت حتى الانتهاء من بناء السد تقارب مصري إثيوبي واضح يعكس حرص ورغبة البلدين في إزالة كل الخلافات العالقة خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة لكن الأمور تبقى معلقة إلى حين وضوح الرؤية الكاملة من خلال النتائج الملموسة على أرض الواقع خالد أبو عرب القاهرة الميادين أصدر رئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا جمهوريا بتكليف اللواء عباس كامل تسيير أعمال جهاز المخابرات العامة حتى تعيين رئيس جديد للجهاز كان اللواء خالد فوزي قد تولى إدارة الجهاز كقائم بأعمال رئيسه منذ عام 2014 اختتم مؤتمر العرب وإيران عماله في بيروت بعد أن انطلق يوم الأربعاء تحت عنوان نحو مستقبل مشترك الأمن والاستقرار والتعاون الخلاصات التي توصل إليها المؤتمر وجلساته الختامية نتابعها مع الزميلة سار الحاف من المسار الذي أطلق قبل أكثر من عام وبالتزامن مع ظروف وإنجازات الإقليم والتحولات في العالم جاء المؤتمر الثاني تحت عنوان العرب وإيران التهديد الإسرائيلي لمستقبل القضية الفلسطينية والانتفاضة الثالثة والشروط والأفاق والتعاون العربي الإيراني محاور رئيسية في جلسات اليوم الثاني النجاح بحسب المدعوين تمثل في توسيع دائرة المشاركين في الحوار والانتقال إلى التفاعل الجدي وتبادل الرأي بانفتاح وصراحة المطلوب حتى يكون مؤتمر حواري أن يكون هناك منسوب عالي من الصراحة لكن هذه الصراحة كانت بين مشاركين لديهم تقاطعات ولديهم اتفاق على قضايا أساسية جميعهم لا يغفلون مركزية موضوع القدس لا يغفلون أهمية إعادة بناء الدولة الوطنية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مواجهة الهيمنة الخارجية كان ساحة حوار لآراء كثيرة ومتنوعة ومتشعبة وأنا أعتقد أن الجدية طبعا الجدية في كثير من هذه التقديمات كان طاغي التقاء المتحاورين على مسألة فلسطين والاقتعاد عن الانقسامات وتجزئة الدول دفع بالمشاركين في المؤتمر إلى عدم إطلاق توصيات بصورة مباشرة أو الخروج ببيان ختمي بل إلى إصدار وثيقة وإنتاج نموذج متعدد الأبعاد لكيفية مقاربة المشكلات المشتركة وإقابة التوازن الردعي مع إسرائيل ومواجهة الحركات التكفيرية إطار أيضا أو منصة أيضا لمحور المقاومة من أجل تعزيز قوى المقاومة على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي أيضا محور فلسطين محور جامع وهو رمز لطبيعة المنظومة الإقليمية إذا كنا نريد أن نقاتل من أجل منظومة إقليمية فيها نوع من العدالة ونوع من المساواة ونوع من التعاون ونوع من السيادة أيضا خارج الهيمنة الغربية وخارج الهيمنة الإمبريالية الأمريكية تحديدا فلا يوجد أفضل من قضية فلسطين للقاء عليها وفي اختتام أعمال استمرت يومين في بيروت أعلن المؤتمر وإطلاقه مبادرة لتأسيس الأمانة العامة لمنتدى الحوار الإيراني العربي على أن تضم نخبة فاعلة تضع مسارات جدية للتواصل والتفاعل المستمر لأن الحوار الإيراني العربي هو مسار وليس حدث ينتهي في غضون ساعات كان مؤتمر العرب وإيران الثاني عنوينه الرئيسية المستقبل المشترك والأمن والاستقرار والتعاون والأهم من ذلك التهديد الإسرائيلي لمستقبل القضية الفلسطينية سر الحف بيروت الميادين عمرها خمسة ألف عام واسمها يعني الجميلة إنها يافى عروس الشاطئ الفلسطيني وإحدى أهم مدنه نافذت مدن على المتوسط لهناء محميد ترجمة نانسي قنقر مع حفيف الأشجار تهب نسائم الحياة التي خفقت يوما في هذه الأزقة أزقة مدينة أطلق عليها أم الغريب بقدر ما استوعبت من العمال المهاجرين من كل الأقطار العربية قبل أن يستوطنها الأغراب يافى في حين تعتبر من أهم مدن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مش بس على مستوى العالم العربي نتحدث عن مدينة قبل النكبة جيل الشباب فيها حوالي خمسين بالمئة يوجد القراءة والكتابة هذه الأرقام عالية مش بس على مستوى فلسطينة هذه الأرقام عالية على مستوى العالم مدينة اللي فيها تمندور سينما فيها عدد كبير جدا من الصحف باعتقادي يافى هي قلب مشروع الحداث الفلسطيني في التاريخ الحديث خمسة آلاف عام تقريبا يبلغ عمر هذه المدينة التي يعني اسمها في اللغة السريانية الجميلة موقعها في الساحل أكسبها مكانة تجارية وسياسية هامة ولسيما أن ميناءها هو الأقرب إلى القدس من بين موانئ فلسطين ازدهرت عبر العصور وعرفت بتصديرها للبرتقال وباتت عراقتها تجذب كل من ينزل المدينة بحس بأجدادنا آبائنا وأجدادنا فيها بطلع على حجارها بذكر أجدادنا وأبائنا كان أبوي يحدثنا عنها خلص إشي كأني عايش بواقعها بكون تعدد ثقافي وديني وحضاري شهدته المدينة في أوجي تطورها أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أما اليوم فيعاني سكانها الفلسطينيون الذين أصبحوا أقلية فيها من مختلف ضروب التمييز والقهر الإسرائيلي بوابة فلسطين الغربية وعروس بحرها وواحدة من أجمل مدنها هكذا تختصر حكاية إيافا التي تشهد آثارها على ماض جميل بقي حاضرا رغم النكبة هنا محميد مدينة إيافا الميادين اشتركوا في القناة بهذا نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها فشلوا التصويت على تأجيل موعد الانتخابات في البرلمان العراقي لغياب النصاب القانوني بعد انسحاب كوتل وازنة أنه في حالة داء الطيران التركي على سوريا فأنه يجب أن لا يعتبر نفسه في نزل لمشت أكد أنها ستتصدى لأي عمل عسكري تركي على أراضيها وتعد الوجود العسكرية الأمريكية حماية لداعش شهيد فلسطيني أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين في الضفة الغربية استمرار التظاهرات المناددة بارتفاع الأسعار في السودان وحملة اعتقال تطاول المزيد من السياسيين المعارضين هذا نسل إلى الختام دائماً للمزيد من الأخبار والتقاري إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين دات نت إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأس الساعة تصحبكم الزميل علم اللاح بنشرة جديدة إلى اللقاء